أقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في بغداد اليوم وقد وصل وزير الخارجية السعودي إلى العاصمة العراقية في زيارة رسمية يبحث خلالها عدداً من القضايا الثنائية بين المملكة والعراق ومعنا عبر سكايب بن بغداد المحلل السياسي الدكتور إحسان الشامبري أهلا بك دكتور إحسان كيف يمكن الحديث عن تعزيز العلاقات ما بين بغداد ورياض في هذه المرحلة والمتمثلة في زيارة وزير الخارجية السعودي إلى العاصمة العراقية شكراً لكم على الاستضافة طبيعة الرغبة المتبادلة ما بين العراق من جهة المملكة العربية السعودية من جهة أخرى تترجم على أرض الواقع خصوصاً وأن العراق يدرك بأنه أمام فرصة جديدة مع المملكة العربية السعودية فيما يرتبط بتنمية هذه العلاقات في كافة المستوىات ليست فقط على المستوى الدبلوماسي وإنما على المستوى الاقتصادي التجاري وأيضاً التعاون الأمني لذلك تجد الرياض في العراق وحكومة الكاظمي هو خير ما يمكن أن يعزز هذه العلاقة ما بين الطرفين خصوصاً وأن هذه العلاقة فيما يبدو بأنها في أعلى مستوياتها ويمكن من خلال هذه الزيارة تعزيز بعض الاتفاقات يعني على مستوى أولاً تفعيل وتحفيز المجلس التنسيقي العراق السعودي هذا أولاً والأمر الآخر هو الاقتراب بشكل مباشر من رؤية التي طرحها السيد الكاظمي فيما عرف بالشام الجديد وأيضاً المملكة تدعم بشكل كبير توجهات الكاظمية الأخيرة نحو المنظومة العربية في هذه النقطة بالذات دكتور أحسان كثر الكلام عن المنظومة العربية وعودة العراق مجدداً إلى الحظم العربي وبعد وجود أو وصول أي رئيس وزراء إلى الحكم في بغداد أو إلى السلطة في بغداد يعاد الحديث مرة أخرى كيف سيختلف السيد الكاظمي عن سابقه؟ هو سبب بسيط حينما ننظر إلى السيد الكاظمي هو لا يمتلك تلك العقدة السياسية التي دفعت باتجاه انكفاء العراق على مستوى الداخل العراقي هو لا ينتمي لأي من الايدولوجيات السياسية السابقة التي حكمت العراق وبالتالي هو يمتلك مشروعاً ومنهجاً مغايراً بشكل كبير لم يتأثر بتلك الايدولوجيات أو تلك التوجهات أو حتى الولاءات التي يمكن من خلالها أن تحد الحكومة العراقية الآن أو حتى العراق الآن عن طبيعة هذا التعاون مع المنظومة العربية هذا أولاً الأمر الآخر الكاظمي حكومته وحتى الشعب العراقي يدرك جيداً بأن المنظومة العربية مرة أخرى أقول بأنها تمثل فرصة جديدة للعراق خصوصاً وأن طبيعة علاقات العراق الخارجية على مستوى الحكومات السابقة أو حتى احتكارها من قبل دولة دون أخرى أضرب بشكل كبير جداً على مستوى الداخل العراق لذلك يجدون بأن هذا التوجه نحو المملكة العربية السعودية المنظومة العربية بشكل كامل هو خير ما يمكن أن يعالج أزمات العراق ويعمل على خلق توازن في الداخل العراقي منصة التوازن التي ينطلق بها ويندفع بها السيد الكاظم أنا أعتقد أنها مقبولة جداً على مستوى الداخل العراقي لكن تبقى المصدات السياسية وهذه أعتقد أنها باتت ضعيفة جداً أمام إرادة لدى الكاظم كما نشاهد أيضاً على شاشة العربية وزير الخارجية السعودية يقول بأن علاقاتنا مع العراق قائمة على أسس راسقة وعميقة كيف لهذه الأسس الراسقة والعميقة أن تعزز هذه العلاقات في بناء شراكة حقيقية سواء كانت اقتصادية أو سياسية ما بين بغداد ورياض طبيعة المشتركات ما بين رياض و بغداد أنا أعتقد أنها أعمق بكثير جداً وهذا قد تجعل من طبيعة العلاقة ثابتة على أرضية صلبة جداً أنا أعتقد أن التوجه من قبل المملكة العربية السعودية نحو العراق مثلما شرت لن ينتخذ موقفاً سياسياً وإنما طبيعة الإجراءات المتخذة هناك على مستوى افتتاح منفذ عرعار أولاً وأيضاً طبيعة التوجه لغرض الاستثمار في مجال الطاقة في مجال الزراعة ومحاولة عقد شراكات مالية مع العراق هذه جميعها يمكن أن تكون بوابة التشابك ما بين الجانب الاقتصادي والجانب السياسي الدبلوماسي هو خير ما يمكن أن يعمق هذه الأزمة أيضاً بالإضافة إلى أن كل من بغداد ورياض تجدان بأن الوقت مناسب جداً لصياغة مواقف موحدة إذا ما تمر به المنطقة من وقف التدخلات الخارجية وأيضاً إيجاد مساحة تفاهم دبلوماسي يمكن من خلالها توحيد الجهود لغرض تثبيت الاستقرار في كامل المنطقة من بغداد المحلل السياسي الدكتور أحسان الشمري شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر